السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة ديلكم لعيمة أشاري كنتم أنتم تشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة وبأحسن أحوال أول مريد ربيشة فيه وعافيه على بركة الله نبدو الوصفة دي بالصلاة على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تنسوش السلاة على الرسول على بركة الله ندز الوصفة بطريقة هذه الوصفة دي بالنسبة للسيدات والبنات اللي كيبغيوا وصفة طبيعية مئة بالمئة لتغطية الشيب وتلوين لون الشعر بمواد طبيعية على بركة الله أن نقول لكم أشنو عنا في هذه الوصفة دي أول شي ضفت جوج معالق ديال القهوة قهوة البون العادية ديالنا ضفت لها طريف ديال السيواك السيواك اللي كان استعملوه اللتة ديالنا على بركة الله طب كز الماء ما عامرش كز الماء ما عامرش بزيف وغادي نخليها تغلي واحد المدة ديال عشرة دقائق على النار مهيلة ندزو الخلطة ديالنا الخلطة اللي غادي تعطينا استبغل الشعر ديالنا اللي غا نبدلو بها اللون ديال الشعر ديالنا المكونات اللي عندي هنا يا قهوة سريعة دوابان غادي ندير جوج معالقات صغار بالنسبة لهذا المكونات ولها انا كنستعمل هنا علاقة الشعر ديال يعني كل اخت استعمل علاقة الشعر ديالها هنا عندي جوج معالق صغار قهوة سريعة دوابان معالقة صغيرة ديال معالقة صغيرة ديال دقيق دقيق ديال قشور رمان لو لا كيكون ناعم طحون او لا يمكن لكم تشيروا غل القشر دياله تحنوه في الدار اولى استعملوه كمغلة دياله غل ما دياله ضفت شوكلاة المر اللي كنستعملوه في الحلويات اللي ما كيكونش في السكر جوج معالق كيما قلت لكم هاد القياس هذا انا اللي هنا كنستعمل فهو على حسب طول الشعر ديالي مكونات سهلة اللون كيخرج غزال كيعطينا واحد للوين كيتفتح لنا الشعر ديالنا كيما كل اللون ديال الشعر ديالنا فهو كيتبتل يعني بالنسبة اللي بغين يفتحوا الشعر ديالهم بمواد طبيعية فهاد الخلطة هادي كني اكيدة غدي تفتح لكم الشعر ديالكم معالقة صغيرة ديال الحنى بالنسبة اللي بنات اللي غدي ضبلوا هاد الخلطة هادي فاستعملوا معلقة وحدة ديال الحنى فقط يعني كيما ضبلتوها يعني على ثلاثة المرات معلقة ديال الحنى كافية خلطوا هاد العناصر حتى يتجنسوا النار حتى يدخلوا مع بعضياتهم كما كتشوفوا هالطرقة اللي كنستعمل انا يا وفنفس الوقت راه الخاليط ديال القواه وغوه دك السوك راه هما كيغلوا على نار مهيلة هما اللي غادي نعجنو به هاد السفغة ان شاء الله اذن الرحمن اللي غادي نستعملوا على الشعر ديالنا قطينا واحد لويين قطينا تغطية شاملة للشيب مكونات طبيعية ما فيها تشي حاجة ضر كلها كن ناكلوها هناي هاد المكونات اللي انا كنقسم معكم كلها كن ناولوها باعدة الحنة يعني قول حنة رها طبيعية اه اي نوع ديال الحنة كتستعملوه غير تأكدو انه يكون ما مخلطة معها حتى شي حاجة يعني تكون حنة طبيعية ما فيها تشي اضافة وحد اخر قلكم تستعملو الحنة ديال الكارتونة قلكم تستعملو الحنة ورق انكم تتحنوها فالحنة غير تأكدو من المصدر ديالها فقط هناي بعد ما حركت ذاك المكونات سوف نجيب ذاك الخلطة ديال القهوة اللي غلات لنا ان شاء الله هي باش غادي نعجنو هاد شي كله باش تعطينا ذاك الويل اللي احنا بغينا طريقة سهلة غير مكلفة اظن ان المكونات حتى ايها مشي شي حاجة اللي هي مكلفة بسيطة يعني الحنة متواجدة فكل بيت قهوة طريقة سهلة حتى هي ما كتتاخدش انه مجهود ولا شي حاجة اللي هي كتيرة فهي قليلة بزاف المكونات حتى بالنسبة لابنات اللي عندهم حساسية من الحنة او لكي كتجيو مكل حكة ولا شي حاجة فيمكن لهم اه يمكن لهم انهم يحيدوا الحنة واستعملوا فقط هاد المكونات غير خاصهم يدوموا عليها لان الحنة مع هاد المكونات فهي تنفاعل وكتعطينا النتيجة يعني في نفس النهار بالنسبة لابدون الحنة فهي تاخد مدة يعني كتيرة مع المداومة والاستعمال عدة مرات عاد باش نحصلوا على النتيجة وكونوا اكيدين ان النتيجة بالنسبة لابنات للشعر ديالهم السود يعني شعر ديالهم السود كحل فضروري انهم استعملوا معلقة ديال الحنة يلا بغوا يفتحوا اللون ديال الشعر ديالهم معلقة صغيرة حتى الجوج معلقة صغيرين ديال الحنة مع المضاعفات ديال هاد المكونات الثانية باش ما يخرج لهمش واحد اللون لي هو غير مرغوب فيه بالنسبة لابنات اللي عندهم الشايب. اما بالنسبة للبنات اللي ما عندهم الشايب فغادي احتكم واحد الليويين غزال بزاف, بالاكس هاتفتاكم واحد تفتيحة غايتفتح لكم الشعر تيلكم اللي عالق ديال الحنة. غير كونو اكيد ان انا كوملي تدرج معالق الحنة يعني ضعفوا اكتر مكونات الثانية بشيخرج لكم واحد اللون اللي هو قوي. اما بالنسبة للبنات اللي عندهم الشايب فانا كنقول معالقة صغيرة كافية كافية. بالنسبة الخلطة خلطتها هذيك الخلطة كلها مع ذاك الكوية زيال القهوة اللي آآ طبخس هاوة وخليتها آآ نهار كله حتى خطامرات يعني خليتها حتى طلقت لنا ذاك المكونات كلها آآ ميم خامرات بآآ صافي دهنايا غادي نضيف لها واحد المعلقة دير الزيت زيت الزيتون لانك مما كتعرفوا ان المكونات الثانية معهم الحل ناكي نشوفونا الشعر فضروري من ديروشي مرتب الشعر بالنسبة اللي بنات اللي كيقولوا بالنرى الزيت عازل السبغة الطبيعية فما كان ضنش لا آآ ما كيكونش عازل بالعكس كيطلق لنا اللون اكتر واكتر وكي آآ يعطينا واحد الليان واحد ترطيبة للشعر دينا انا كنعرفوا ان الحنة والمكونات التانية اللي درنا فإلا ما تنشوف لنا الشعر دينا وفقط الحنة والا القشور ديال الرمان هما اللي كي نشوفو الشعر اما المكونات التانية فهي رغزاء للشعر ما نمناش نخافوا منها المكونات كل اللي درنا هنا فرحنا كنت ناولوها يعني كنا ناكلوها ما راح تشي ضرار للشعر دينا ابدا بالنسبة للزيت انا استعملت زيت الزيتون يعني انتو ما يمكن استعملوا اي نوع زيت انتو ما عندكم اي نوع زيت زيت الزيتون آآ زيت اللوزي حلو فيتامين او اي نوع زيت انتو ما كتستعملو الشعر ديالكم استعملت معلقة صغيرة ديال خالط تفاح بالنسبة للبنات اللي عندهم حساسية كلهم يعني استغنوا عليه هو فقط كمتبت اللوم وكيخلي هذه الخلطة انها تبت لنا اللون يعني كتبت لنا اللون في الشعر ديالنا بالنسبة الخلطة اللي شفتوها را كانت خفيفة فانا هنا غدي نضيف لها معلقة ديال مايزينة اولى النجا على حسب كل بلاد وشنو يسميوها حيط احنا بغينا الخلطة تكون يعني قاسحة يعني من اللي نضيروها في الشعر ديالنا تثبت لنا على الشعر ديالنا يعني من اللي نستعملوها ضروري انها انتبتوها مزيان على الشعر ديالنا آآ بالنسبة الشعر طريقة ديال مايزينة غدي نضيروها في حمام مريم هنديرها على نضيف لنا رميلة ونبقاك نحرك بالزربة بالزربة حتى نحسب بادك مايزينة من فعلات سافي اعطتني الخطوري ها هي البنات طريقة سهلة قدروها على حمام مريم وتبقوك تحركوها حتى ما تبقاش ذاك الكوائرات سافي تقدوب يعني تعطينا واحد الخليط اللي هو متجانس بحال هذا اللي كتشوفو قدامكم سهلة طريقة علاش تدار الشعر نخليها في الشعر ديالي مغصول يكون مغصول بطبيعة الحال نضيره على شعر ديالي خاصلك بخصلي احسن شي البنات نضيرو في الشيتة باش مايجيناش داربات يعني اه باش مايجيناش داربات في الشعر دينة نضيرو الشيتة احسن شي الشيتة ونديرو واحد الكيمية اللي بأسة بيها ونتبته مزيان يعني بقوا غادي نخصلى بخصلي الشعر ديالنا كلو حتى نكملوها ونركزو على البلايس اللي بغانة يشد لنا اللون يعني نضيرو واحد كيميالة بأسة بيها مينسوش هادي وصفة طبيعية ماشي wash بغا كيموية اللي ندير وغير واحد شوية تعطينا اللون لا هدي را خاصة نسعمل واحد الكيمية لا بأسة بها الشعر ديالنا وغادي نخاصلة بخاصلة ومن بعد من اللي نكملو اللو الشعر ديالنا عليه واحد السلوفان ومن بعد نخليو اه اولا نربطوه بضرة ونخليوه النهار كلو يعني ستت سوايا تلس بعد سوايا بدير يغصباح وغسلي شعرك فلاشية وان شاء الله بازن من اللي تغسلي الشعر ديالك متغسليش بشامبوان غسلي فقط بالماء وضهنية بزويتة من اللي تكملي سافي وان شاء الله نكرره الوصفة حتى المرة في الاسبوع من اللي نحصله على اللون اللي بغينا واللي نستعملوها مرة في 15 اليوم يعني انا دلوصفة الطبيعية اللي كنستعملها كنستعملها مرة في الاسبوع مرة الاسبوع غير كنحصل على اللون والتفتيحة ديال الشعر اللي بغيت. فمن بعد كان من اللي نستعملها مرة في خمستاش يوم مرة في العشرية. على حسب امسا كي يكبر لكم الشيء. لان هاد الوصفات الطبيعية كي ياخذوا شوية الوقت وشوية لكم داوامة. فغادي نخليكم البنات في رعاية الرحمن. كنتمنى البنات اللي كيعجبهم وصفات طبيعية يوصل لهم الفيديو.